ما في شي اسمه حظ سيء وحظ حلو انت كيف بتفكر بتكون النتيجة هل فعلا ممكن نسيطر على تفكيرنا ونتحكم فيه؟ برنامج خليك بوزيتف برعاية Mind Menu التطبيق الأفضل للمطاعم والكافهات خليك بوزيتف ستيب بوزيتف مع فاتريسيا على أمن ريجو إيراق تحية من القلب لكل متابعي برنامج خليك بوزيتف بهيد الحلقة رح أشرح كتاب بعنوان قوة التفكير الإيجابي للمؤلف نورمان بيل هيدا الكتاب رح يقوي سأتك بحالك وبعلمك كيف تتعامل مع المواقف الصعبة وتغير طريقة تفكيرك وتبتعد عن الأفكار السلبية والمحبطة وتفكر بطريقة إيجابية لأنه كيف بتفكر رح تكون النتيجة فلا تنسوا شار واللايك والسبسكرايب وفعلوا جرس كرمال يوصلكم كل شي جديد خليك بوزيتف التفكير الإيجابي معناه أنه يكون عندك أفكار تعطيك طاقة قوية تقدر من خلالها تعمل إشي كتيرة طريقة التفكير هي اللي بتولد الأفعال اللي بنعملها بالحيات مثلاً لو بتفكر إنك بهيدا الوقت ما رح تقدر ترتبط بأي شخص فالأكيد إنه كل أفعالك أو أغلبها رح تكون بعيدة عن أي فكرة تخص موضوع الارتباط وبناءً على هيدا الأفكار رح تترتب النتائج والنتيجة هي إنك رح تبقى وحيد وما رح ترتبط وما رح تتزوج وتعمل عائلة هيدا النتيجة رح تستمر بتغذية الفكرة الموجودة بعقلك وهي إنك ما عم تعرف تعمل علاقات ناشحة وما رح تقدر ترتبط بحدا وهيك رح تشوف إنك وصلت فعلاً للفكرة اللي أنت حاطتها بعقلك من الأول على أرض الواقع وشوي شوي رح تتحول هيدا الفكرة لأسلوب حيات وممكن كمان تتحول لعادة تتبعها بحياتك ورح تبقى مقتنع إنك ما رح تقدر تعمل علاقة مع حدا ومنك مستعد للارتباط هيدا المثل بيوضح معنى التفكير السلبي وأثره السيء على الإنسان المؤلف نورمال بال عطانا من خلال كتابه قوة التفكير الإيجابي مجموعة من النصائح اللي ممكن نتعلم منها كيف نغير نظرتنا للحياة ونركز على الأمور الإيجابية أول نصيحة هي تغيير الأفكار السلبية الموجودة بداخلك إلى أفكار إيجابية وتنمية فكرة التفاؤل وعدم التشاؤم لو بدك تعمل هيدا الشيء لازم تعرف على طول كيف وبشو عم بتفكر مرن حالك على تحدي الأنماط السلبية بالتفكير واستبدلها بأفكار بالنائقة وإيجابية سيطر على عقلك وتحكم بطريقة تفكيرك من خلال التركيز على جوانب الجيدة بحياتك شوف الإشي اللي حواليك بمنظور إيجابي استخدم العبارات الإيجابية أنت وعم تحكي مع حالك وكمان مع الناس جرب قد ما تقدر تبعد عن كلمات الشك والتشاؤم واستبدلها بالثقة والأمل خليني أخبركم هيدا القصة كان في شاب طيب وفقير عايش بقرية صغيرة بس مشكلته إنه كان إنسان سلبي وبركز كتير على الجوانب السلبية بحياته كان دايماً يفكر بإنه ما رح يقدر ينجح أو يحقق أي شيء من أحلامه وبيوم من الأيام التقى بشخص حكيم أعطى نصائح مفيدة عن طريق التفكير والخطأ وبعد ما ساعدوا الحكيم وعلموا كيف يقدر يغير تفكيره من السلبية إلى الإيجابية سمع الشاب هيدا النصائح وطبقها وقدر يمرن حاله على طريقة التفكير الإيجابي بكل شيء بحياته وقرر يفتح محل صغير ويجرب حظه وما يستسلم لأفكاره المحبطة بلش يشتغل باندفاع وثقة وتفاؤل وركز على الإشياء الإيجابية اللي عنده وصار يتوقع أنه رح يبيع كتير من البضاعة ليه بالمحل وكان على طول يشكر الله على نعمته وفعلاً بلش يحصل على أرباح منيحة وكان فرحان ومرتاح نفسياً بالنجاح اللي وصله لأنه حقق هدفه وصار شخص ثري وعرف أنه قوة التفكير الإيجابي كانت السبب بنجاحه وتحقيق حلمه وهيدا الشي خليه يتعلم من تجاربه دروس كتيره وعرف أهمية تأثير التفكير الإيجابي على كل جوانب الحياة النصيحة الثانية اللي عطاه المؤلف نورمان بال هي الاحتمام بوضع أهداف واضحة وواقعية لحياتك وتحويل العقبات إلى فرص جيدة لما تحط أهدافك وتركز عليها وتتخيل حالك عم بتحقيقها رح يجي يوم وتقدر تحقيقها فعلاً وكمان لتخلي التحديات والصعوبات اللي بتمر فيها تمنعك من الوصول إلى حلمك حول كل صعوبة إلى فرصة ممكن تستفيد منها وخليها تكون حافز يدفعك للتطور والتعلم كان في ملك حاب إنه يختبر شعبه فأمر الجنود يحطوا صخرة كبيرة بأحد الطرق المهمة بالمدينة وخلى واحد من الحراس يرائب من بعيد وهون مر واحد من التجار الأثرية ولما شاف الصخرة مهتم وعبر من حولها ومشي بعدها بشوي إجا مجموعة من الشباب وصاروا يحكوا على الملك إنه معم يهتم بأمور الشعب والمدينة وبعدها مر في اللاح بسيط ولما وصل عند الصخرة وقف وحاول يدفع الصخرة وبعد جهد كبير نجح الفلاح بإزاحة الصخرة بس المفاجأة كانت إنه الفلاح شاف كيس كبير بمكان الحفرة كان مليان مصاري وورقة مكتوب فيها أنا ملك البلاد وهذا الكيس هدية مني للشخص الذي يبعد الصخرة عن الطريق المعنى من هيد القصة إنه كل عقبة بتواجهك بالحياة ممكن تكون فرصة لتحسين وضعك وتغيير حياتك للأحسن وإنه الحل ما بيكون بالتذمر والشكوى لكن بإيجاد الحلول للمشاكل اللي بتواجهك بالحياة فإذن لا تخل التحديات والصعوبات اللي بتمر فيها تمنعك عن الوصول لحلمك حول كل صعوبة إلى فرصة ممكن تستفيد منها وهلأ رح ذكركم بمين مينيو الراعة الرسمي لبرنامج خليك بوزيتف مين مينيو هو ويب أبليكيشن للمطاعم والكافيهات فيك تصمم قائمة الأكل لمطعمك مثل ما بدك بيتميز مين مينيو بسهولة التحكم وبتقدر كمان تختار التصميم والألوان والكيو آر اللي بدك يا سريع التحديث وسهل الاستخدام ومتعدد اللغات والأهم إنه قائمة الأكل الخاصة بمطعمك ضمن المين مينيو بتكون موثقة على محركات البحث جوجل يعني لما تدور على اسم مطعمك رح تطلع لك القائمة ضمن نتائج البحث كأنه عندك ويب سايت لا تعرفوا عنه أكتر زوروا موقع منمينيو دات كام وصلنا للنقطة التالتة اللي بتقول تعلم كيفية التعامل مع الفشل وإدارة الضغوطات اللي لازم تعمله إنك ما تخاف من الفشل وتتعامل معه بشكل إيجابي حاول تعتبر الفشل فرصة للتغيير نحو الأفضل ولا تخلي يكون سبب يبعدك عن تحقيق أحلامك اتعلم من أخطائك وتغلب عليها وكون أقوى منها ولما تمر بمشكلة أو بظارف صعب لازم تركز على الحلول لا على المشاكل يعني لا تفكر بحجم المشكلة وصعوبتها ولا تستسلم لليأس والأحباط وحاول تلاقي حل مناسب للمشكلة وكون على سئة إنه دايماً في قدامك فرصة لتحسين وضعك كان في تاجر بسيط عنده بنت حلوة كتير وكان هيدا التاجر مديون بمبلغ كبير لأحد التجار الأغنية وما عم يقدر يوفيه فطلب التاجر الغني إنه يتزوج بنته مقابل التنازل عن كل الديون بس التاجر البسيط وبنته رفضوا العرض فاقترح التاجر الثري إنه يحط حصوتين واحدة بيضة وواحدة صودة بكيس قماش وتجي البنت وبتسحب واحدة من الحصوات وإذا طلعت حصوة بيضة بيتنازل التاجر الغني عن الدين وما بيتزوجها وإذا سحبت السودة رح يتنازل عن الديون ويتزوجها وفعلاً راحوا مع بعض حتى ينفذوا الاتفاق فأخذ التاجر الغني حصوتين من الأرض وحطهم بالكيس بس البنت لمحته من بعيد وهو عم بيحط حصوتين باللون الأسود بالكيس وهيدا معنى إنه لما تسحب الحصوة رح تكون أكيد صودة يعني رح تتزوج التاجر بكل الأحوال هون فكرت البنت بالموضوع وقالت لحالها لو رفضت أنفذ الاتفاق ما رح يقدر أخلص والدي من الدين ولو كشفت الخضعة كمان ما رح استفيد شي وإذا سحبت الحصوة رح تنجح خطة التاجر ورح قطار اتزوجه كرميل خلص والدي من الديون بس البنت كانت زكية كتير وفكرت بطريقة ممكن تقلب النتيجة لمصلحتها فمدت إيدها بالكيس وسحبت حصوة بس قبل ما تشوفها وتفتح إيدها رمتها على الأرض فاختلطت مع بقية الحصوة وقالت للتاجر باعتزر وقعت من إيدي بلا ما انتبه بس بش مشكلة افتح إنت الكيس وطلع الحصوة التانية ونشوف لونها وهيك رح نعرف لون الحصوة اللي أنا سحبتها طبعا التاجر ما قدر يحكي شي حتى ما يفضح حاله وهيك قدرت البنت تخلص حالها من الزواج وكمان خلصت أبوها من الديون المعنى من هيد القصة إنه التفكير الإيجابي ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة وعدم الاستسلام للخوف والإحباط بيساعد الإنسان إنه يتغلب على المواقف الصعبة اللي بتواجهه بالحيات رح ننتقل معكم لنصيحة مهمة وهي ممارسة الشكر والامتنان اليومي والتعود على استخدام تقنيات التنفس العميق والاسترخاء والصمت والتأمل الإيجابي يعني لازم تصلي كتير وتخلي إيمانك قوي بأله وتنمي بداخلك حالة الرضا والقناعة لأنه هيدا الشعور بيساعدك على الاهتمام بالجوانب الإيجابية والتركيز على الأمور الجيدة بحياتك ورح يزيد من مستوى السعادة بحياتك ولا تنسى كمان اتخصص وقت خلال اليوم للتأمل والاسترخاء والصمت العقلي بعيد عن أي فكرة أو موضوع خصص ربع أو نصف ساعة من وقتك كل يوم حتى تكون فيها صامت وفرغ عقلك من أي موضوع أو مشكلة أو فكرة هيدا الشيء ممكن تعمله أنت وقاعد بأي مكان أنت بتحبه أو بالمشي بالهواء الطلق أو بممارسة اليوغا على شرط أنك تعمل هيدا الإشياء بلا ما تفكر بأي شيء نهائيا هيدا الطريقة بتساعدك على مواجهة الضغوطات والمشاكل والشعور بالسكون والراحة والسلام الداخلي وهيك رح تقدر تتحكم بحالة التوتر والقلق والضغط النفسي اللي بتمر فيه بحياتك النصيحة الأخيرة اللي قدمها المؤلف هي المحافظة على الروح الإيجابية في العلاقات وتجنب الشكوى والأحباط والبحث عن القدوة أو المثل الإيجابي بالحيات يعني حاول تبني لحالك علاقات اجتماعية محفزة مع نيس متفائلة وطموحة لأنه هيدا الشي رح يساعدك على التطور ويدعم ناجحك وكمان لازم تقوي تفكيرك الإيجابي عن طريق الاختلاط بالأشخاص الناجحين والملهمين لأنه هيدا الشي رح يساعدك أنه تتعلم من تجاربهم وتستفيد من خبراتهم وتكون هيدا التجارب مصدر للإلهام وتدفعك للمجازفة والإصرار وتحمل الصعوبات كان في مجموعة من الضفادع عم بيمشوا مع بعض وفجأة وقع اثنين منهم بحفرة عميئة فاجتمعوا البقية وصاروا يقولوا للضفدعين إنه ما رح يقدروا يطلعوا من الحفرة بس الضفدعين ظلوا يحاولوا على أمل إنه يطلعوا من الحفرة ما بدي طول القص عليكن بس استسلم واحد من الضفدعين بس الضفدع التاني ظل يحاول وفعلا قدر يطلع ولما طلع أصحابه قلوله كيف قدرت تطلع من الحفرة فرد الضفدع عليهم بلغة الإشارة وقال لهم إنه هو أطرش وما كان عم يسمع شو عم بيقوله المعنى من هيد القصة إنه الضفدع الأطرش كان مفكر إنه أصحابه كانوا عم يشجعوا حتى يقدر يطلع من الحفرة وكان واصله أحساس عالي بالدعم والقوة والثقة بالنفس وهيدا الشعور أعطاه دفعة من الشجاعة والتفاقل والتفكير الإيجابي بإنه يقدر يخلص حاله أنت كمان كون مثل هيدا الضفدع وما تسمع لأي شخص بيقولك ما رح تنجح أعطيه دينتك الطرشة وكمل طريقك ولا تستسلم للتحفيز السلبي وخلي عندك سئة بحالك بإنك رح تقدر تحقق هدفك بالرغم من كل العقبات اللي بتواجهك فلو بدك تعيش حياتك بحيوية وراحة نفسية وصحية لازم تأقلم عقلك على النمط الإيجابي بالتفكير والتحليل التفكير هو اختيار وأنت اللي بتقرر شو بدك تختار؟ إذا اخترت التفكير السلبي رح تجزو بالإشية السلبية لحياتك لكن لو اخترت التفكير الإيجابي رح تجزو بالإشية الإيجابية اللي بتخليك تحقق أحلامك وأهدفك لما تفكر بإيجابية رح تكون شخص متفائل وعندك ثقة بحالك ودافع للشغل وجود الدافع والإرادة والثقة بالنفس بيوسطوك للشعور بالسعادة والرضا وكمان بيساعدوك على زيادة قيبليتك بالتعامل مع المواقف الصعبة والتأقلم مع الواقع وهلأ رح نحكي عن مجموعة من التمارين اللي بتساعد على ممارسة التفكير الإيجابي أول شي إنك تكتب كل يوم قائمة بالإشية اللي بتعطيك شعور الإمتنين جرب تتخيل حالك ناجح وسعيد وعم بتحقق أهدافك حتى تحس بالحماس والتحفيز حط لحالك أهداف واقعية وحقيقية حتى تحصل على الشعور بالإنجاز دور على النقاط الإيجابية بكل موقف بتمر فيه كن لطيف مع حالك ومع غيرك لأنه اللطافة رح تعطي لكل شي حوالك جو من الإيجابية ورح تساعدك ببناء علاقات اجتماعية جيدة وصحية طبعاً هيدا الحكي ما بيعني إنك تتجاهل الأمور السلبية بحياتك لكن معناه إنك تركز على الإيجابيات أكتر من السلبيات وهيدا الطريقة بالتفكير رح تخليك تبني شخصية قوية وتكون عندك قدرة أكبر على مواجهة التحديات وآخر شي لازم تعرف إنه ممارسة التفكير الإيجابي ما إنه شي سهل وما رح تقدر تصير شخص إيجابي بسرعة الوصول لهيدا الشي بد وقت وجهد بس بنفس الوقت هو مهارة لو مارستها بانتظام ومرنت حالك عليها بشكل صحيح رح يصير شي سهل وطبيعي ورح يكون جزء من حياتك وشخصيتك وشوي شوي رح تشعر إنك مرتاح ومتصالح مع حالك هيدا الإحساس بساعدك على تغيير حياتك وبيخليك شخص إيجابي وسعيد أكتر من قبل وكمان رح يحافظ على صحتك البدنية لأنه الإيجابية بتحسن الدورة الدموية وبتقوي جهاز المناعة إذن لو بدك تخلي حياتك أفضل لازم تحاول على قد ما تقدر تكون شخص إيجابي وتملع عقلك بأفكار مشجعة وهيك رح تقدر تنجح وتحقق أي شي بدك إيه بالحياة بشكل أسهل فإذن غير تفكيرك حتى تتغير حياتك هيدا كان شرح كتاب قوة التفكير الإيجابي للمؤلفة نورمانبل إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب كرميل يوصل هيدا المحتوى لأكبر شريحة ممكن تستفيد منه وفعلوا جرس كرميل يوصل لكم كل شي جديد برنامج خليك بوزيتف برعاية ماين مينيو شكرا على المتابعة وإلى اللقاء خليك بوزيتف بوزيتف ستيب بوزيتف مع فاتريسيا على أمن رجو إراق بوزيتف